السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل الناس اللي بتتابعني على قناتي النهاردة فيديو جديد وحابة أورديكم الخامات اللي هنشتغل بها الإيبوكسي ده طبعا المكان اللي أنا اشتريت منه موجود في شارع السودان محلات كيمواية البناء الحديث بنجبنا عندها الإيبوكسي أو الرزن موجود في شارع السودان تعالوا بقى نبدأ ونشوف ايه الحاجات اللي هنحتاجها النهاردة بس قبل ما نبدأ طبعا لو انتوا دايماً بتتابعوني وتشجعوني ما تنسوش لايك وكومنت وشير للفيديو عشان ده بيفرق فعلا مع القناة ولو اول مرة تشوفوني اعملوا سبسكرايب حالا وفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد ان شاء الله هنعمل كورسة حلو جدا ونسبت بقى الصيف والأجازة ونشتغل حاجات كده بالرزن ونعمل اكسسورات وكسترات وحاجات فيديو كوراة البيت دي شكل العبوات بتاعته طبعا أنا جايباها عبوة كيلو بيبقوا اتنين مع بعض وزنهم كيلو انا جبت كيمابوكسي مية وخمسين سريدي ده احلى حاجة هما موجود عندهم القاست وموجود كيمابوكسي سريدي طبعا القاست اقل سريدي احلى ما فيوش ريحة قوامه حلو جدا طبعا نسبة الخلط مكتوب تحت تلاتة اي واحد بي يعني تلاتة الواحد وطبعا هنشوف ازاي بنخلط ونزبط الشغل اثناء الفيديوهات الجاية باذن اللي انا جبت لعبوتين سعرهم تلتمية خمسة وربين جنيه طبعا غلي جدا يعني انا تقريبا من سنة جبتهم كان متين وشوية فاتصدمت فعلا من السعر تلتمية خمسة وربين جنيه طبعا الحاجات اللي بحتاجها السحابات دي علشان لو اوي لبسوا غنانة فبحط فيها الرزين على طول وطبعا بحتاج اي حاجة بزين بيها ورود اي اشكال موجودة عندك تقدر يتحطيها بعد كده برضو عندي اشكال كده صغيرة حلوة جدا بتبقى فيها ورد فكهة برضو حلوة قوي في التزيين طبعا الرزين معتمد على التزيين او جليترات بصفة عامة لان هي دي الحاجات اللي بتدي الشغل شكل حلو بعد كده عندي مفرش سيليكون زي المحدود ده طبعا المفرش ده علشان لو انت اثناء الشغل حاجة ده لقت منك الرزين بيمسك في اي حاجة مش بيطلع فلازم مفرش سيليكون هيبقى سهل تنظيف وبعد كده اي حاجة بتقع عليه بتطلع عادي بعد كده في حاجات التزيين برضو انا عندي ورق فضة ودهب وورق نحاسي طبعا دي حاجات اساسية في تزيين الرزين بتدي شكل حلو قوي في الشغل وهنشوفها طبعا مع بعض بعد كده طبعا انا عندي عصيان الخشب اساسية لان احنا لما بنيجي بنقلب الرزين ونحط الوان جليترات اي حاجة فلما بنيجي بنقلب عصيان الخشب اسهل ونخلص بها كبتة ريمي او ممكن نمسحها كويس ونحتفظ بها المرة تانية يبقى عصيان الخشب مهمة طبعا بيبقى معناك كوبايات بلاستيك هوراكو في الفيديوهات الجاية الاوالب بقى اي اوالب انت حابها تشتغلي بيها طبعا ده قالب بنعمل بيه زي شكل كده حاجة ديكور على المكتب نحط فيه زي فوزة نحط فيه اقلام نحط فيه اي حاجة فهنشوف برضو هنعمل مرة بيه فيديو وده فيديو بيطلع طبق شكل حلو جدا وآآآ شوفوا انتو حابين تعملوا ايه القالب ده بيطلع كسترات طبعا طبعا بصوا اوالب الريزن اشكال والوان وهتلاقوا فعلا تنوع كبير جدا لكن حسب انت هتشتغلي ايه سواء بقى ديكورات او اكسسورات ده اي بوكسي لاصق طبعا انا بلزق بيه حاجات معاينة لو يعني هلزق على حلق هلزق حاجة معاينة فانا بحتاجه فبرضو اساسي معي بعد كده زي ما اتفقنا ان احنا شغل الريزن معتمد على الالوان والجليترات والحاجات دي كلها طبعا الالوان انا افضل الالوان المايكة معي طبعا انا عندي درجات تانية كتير ولكن دول اللي كانوا قدامي دلوقتي الوان بقى الازرقات والالوان التانية كلها هنشوفها خلال الكورس ان شاء الله هنعمل شغل حلو ومختلف والناس اللي ما اشتغلتش الريزن قبل كده او اول مرة يعني تشوف اصلا ده لا هتتعلموا معي بكل سهولة المعلومة هتوصلوكو سهلة جدا وهتقدروا ان انتوا تنفسوا كل ده ان شاء الله طبعا كان فيه كورسات قبل كده موجودة على القناة اصلا في بلايليست الوحدها لو حابين تشوفوها لحد ما نبدأ الكورس بتاعنا دي برضو فيها اشكال كده استكارات انا جبتها علشان قلزقها او احطها جوا الريزن طبعا جت كانوا في فيديو قبل كده موجود على القناة جت استكارات كده اشكال وردة اشكال فرشات الحاجات دي كلها في التزيم تبقى حلوة جدا زي ما قلت ان شغل الريزن الالوان والجليترات والحاجات اللي بتتحطي تدي شكل لان هو بيبقى زي حاجة شفاف زجاجي واحنا بنحط له كل الاضافات فان شاء الله خلال الكورس هتستفيدوا معي تقدروا تعملوا مشروع تقدري تعمليه مشروع خاص بيك ان انت تعمليش اكسسوار او ديكورات صواني شيالات طفايات فازات حاجات اكسسوار تقدري تعملي كل ده معي بكل سولة ان شاء الله او ان ان انت تعمليه كاكتفاء ذاتي وتعملي لبيتك كل الحاجة اللي انت حبها وبدل ما تشتريها فهتشتري الخامات بس وهتعملي لبيتك كل حاجة وهتوفاري او بقى لو حابين ان احنا ان نتعلم كهوية بجده يعجبه جدا لان شغله ممتع جدا دي اشكال الجليترات اللي معي طبعا يعني انا عندي اشكال كده كتير ولكن طبعا انتو لو بتبدأوا اي حاجة بسيطة في الاول مش لازم تجيبوا كل الحاجات اللي انا جبتها دي اشكال فريمات خشب كده ممكن برضو نعمل بيها مرة فيديو ونصب فيها رزن بتبقى حلوة جدا وهنشوف شغلها برضو على مدار الكورس بتاعنا باذن الله بعد كده بقى عندي الجليترات والحاجات بتاعتي بصوا الحاجات دي اللي بتدي جمال للشغل بكات روعة هنشوفها واحنا شغالين بعد كده هتلاقوا بكات الشغل بتاعها حلوة جدا 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 ان شاء الله تعجبكم هنعمل شغل حلو في مجموعة صور في اخر الفيديو الحاجات كده افكار وشغل بالرزن عشان بس تعرفوا ايه هو الرزن او بتعمل منه ايه ففي اخر الفيديو في مجموعة فيديوهات طبعا يارب الفيديو دي يكون وصلوكم معلومة كده ايه الحاجات اللي هنبدأ بيها ان شاء الله ولو هتكملوا معي الكورس اعملوا سبسكرايب حالة للقناة وفعلوا الكورس عشان لما تنزل فيديوهات بقى الكورس ونشوف الحاجات اللي ما نبدأ نشتغل عملي فتبدأوا تشاهدوا الفيديوهات وتستفيدوا معي لو الفيديو عجبكم وحاستوا انه هو سهل ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير حالة للفيديو وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة واتفعلوا كورس عشان يصلكم كل جديد وانتظروا اقوى كورس ريزن باذن الله تعلموا كل حاجة حتى لو انتم مش عارفين خالص هتتعلموا بكل سهولة معي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا